مع بزوغ فجر اليوم الأحد وفي تطورات قد تقلب المشهد السوداني توطرت معلومات عن لقاء حاسم جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك توصل خلاله لاتفاق لحل الأزمة السياسية الراهنة وبحسب تقارير إعلامية فقد أعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في السودان موافقة المكون العسكري وعبدالله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وذلك موازاة مع دعوات للتظاهر اليوم الأحد رفضا للقرارات التي سبق أن اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الاتفاق وبحسب بيان المبادرة التي تضم أكاديميين وصحفيين وسياسيين يشمل إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية أنه هو الحرية والتغيير يأتي هذا في وقت نعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بالانقلابيين داعيا لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بالانقلاب كذلك طلب تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت إلى إسقاط عمر البشير في إبريل عام 2019 من السودانيين مواصلة الضغط من أجل عودة المدنية داعيا إلى مجموعة من التجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة مليونية حاشدة اليوم الأحد موسيقى